محمد قداد رئيس جمعية الآمل لتجارة مدينة خريطة الوقفة التي قمنا بها الآن في مليس بنين مدينة خريطة هي على البتس اتباع الموقعات آخر شهر آخر شهر 2017 يعني في كل أسبوع المعدل لتجارة 19 تطلبوا بيه السلطات المحلية سيفترا عامل صاحب جلب أخليم خريطة والخليفة ديالو سيد الباشا ولا رئيس المجلس البلدي للناس المسؤولين على تحرير الملك العمومي وعندهم السلطات التي هي واضحة في فصول الدستور المملكة المغربية أنهم لم يفاعلوش على الأسف لأن تجارة مدينة خريطة كان شارع مولي إسماعيل والقلب النابض الوسط المدينة تطلبوا بيه أغلبية المركبة التجارية كان حصار خانق بسبب فراشة يعني يوميا يعني طيلة الأسبوع يعني التجارة تخنقوا تحاصنوا بشكل لا يتصوروا أن الناس موقعوش تتبيع ما تشتري يعني الحق بيهم ضرر يعني كين ضرر كبير الناس اللي كي اللي بعت المحالات ديالة يعني تمستت في أرزاق ديالة وعاد وعود لكن الوعود دون نتائج دون نتائج قدرنا ققاس مع سيدة باشار سبعة من الوقت لا يستمر بالنق تهائيا قريض على الدينة لما سيدة باشار يستمرنا مرح ولكن دون نتائج يعني بالنقب يعني ما كيش القرار ونجينا بهذه المواتف مش نشو نبلغ ونحطوا الشيكاية رعدنا الشيكاية مش نسلموا الوالدين ونحطوا الشيكاية في المدينة المفرق ومن ثم نستعدوك وندالة ديالة في الإدارة المركزية بريبة ومن بعد رقم نقوم ستمرين مصرين في اعتصارات في إضرابات وفي قلب مدينة فريبة تتحقق المطاري بشاركاية تتحقق المطاري بشاركاية ما غادين متنازلوش على الذكر أن المشكل عندنا هو السوق النموذيجي أنه يكمل أنه يكمل ولكن بدون فائدة ما عرفناش علاج ما فغلوش ينتاقل ما زالنا سلموش ما عيش ما سلموش عليها ما عيش ما سلموش السوق ما عيش ما سلموش تكون الوالدين شيئا الأقلي يستفقل والك حق بين خنزان